هذا وأجرى تلفزيون المصري لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس النواب حول موافقة المجلس على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وقرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة فيه نقطة مهمة هو يمكن إحنا إشناها في لجنة التعليم والبحث العلمي متعلق بمشروع قانون الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وهو مجلس شديد الأهمية على فكرة لأنه بيحط السياسة العليا طبعاً هناك عدد من الكينات الأخرى اللي هي ستشارك في التنفيذ لكن المجلس بيحط سياسات الوطني نحتاجها في الفترة المقبلة لأن لو حضرتك تعرف أن رؤية مصر 2030 تتحدث عن بناء الإنسان ولن يكون هناك بناء الإنسان إلا من خلال التعليم والبحث والابتكار فده نقطة مهمة جداً تبع الموافقة من خلال مجلس النواب اليوم على تقرير لجنة الصحة ودي كانت لجنة مشتاركة كبيرة حالها رئيس مجلس النواب إلى لجنة الصحة واللجان المختصة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف حاتم وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تصنيع الأدوية وتوطين صناعة الأدوية في مصر وتخفيف العبء على كاهل المواطن المصري بتوفير الدواء وتوفير كافة أنواع الأدوية بهدف التصنيع ترجمة نانسي قنقر